برحب حضراتكم مرة تانية في الفيت الكبير فقرنا دلوقتي اكيد مع طبعا ناقد رياضي مميز جدا نتكلم في عدة ملفات بصراحة ملف اكيد النادي الاهلي ملف المشوار الافريقي والعشرة اهلي ان شاء الله اللي بازن الله النادي الاهلي شرفنا ويكون متواجد في المباراة الهائية ويفوز بالبطولة ان شاء الله مشوار صعب لكن النادي الاهلي قادر كمان مشوار النادي الاهلي بينتظروا في مشوار الدوري حضراتكم عارفين يمكن في مؤجلات كتيرة جدا للنادي الاهلي مباراة كل تقريبا مش كل تلات ايام مباراة كل يومين خلال شهر ابريل مشوار طويل جدا جدا واستعدادات كتيرة كمان بعض الاخبار العالمية حنقشها وطبعا هيكون معانا فيها ديف مميز جدا بيه شرفنا دايما في البيت الكبير استاذ جمال الزهيري بنرحب بحضرتك اهلا بيك كابتا انت المنور ولا ابدأ معاك من ايه مباراة ريال مدريد لا لا خلي ريال مدريد لما يخلص لما يخلص للأسف دلوقتي النتيجة كمان نتيجة غير متوقعة لكن يعني كورت القادة موارد فيها تعديل موارد لغاية نهاية المباراة يبقى فيها اي تغيير نبدأ بملف النادي الاهلي في المشوار الافريقي بعد التأهل الحمد لله لدور التمانية حضراتك شايف مباراة سيمبا التنزاني لها اهداف ايه الاهداف اللي في مباراة سيمبا التنزاني رغم التأهل ايه اهداف الاساسية اللي بيسعى بيها اللاعبين والجهاز الفني في مباراة ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي هو طبعا بداية لازم نقول انه النادي الاهلي حق اللي هو عايزه وان كنا وهم نفس اللعيبة مش راضيين يعني حتى الجهاز الفني واللعيبة مش راضيين عن الاداء اللي حصل قدام المريخ بس يعني اجمل ما حدث في مباراة المريخ انه برضو النادي الاهلي لم يستسلم لحالة انه هو خارج يعني اغلب اللعيبة كانوا خارج الفورمة تماما وبعيد عن مستواهم وبالتالي نقدر نقول انه كان الاداء السيء اللي حصل لم يمنعهم من انه هم يلعبوا برضو لغاية اخر لحظة لتحسين النتيجة احراز الهدفين طبعا التعادل بدر بنون وياسر ابراهيم اعتقد ان ده برضو لهم معنى يعني احنا مش بنجمل اي حاجة كده وخلاص احنا بنقول الواقع الواقع انه النادي الاهلي لم يستسلم للهزيمة مع اعترافنا بانه الاداء ما كانش على المستوى اللي احنا عايزينه حقيقا خالص يعني خلينا نكون صراحين يعني عندك مثلا في الالتحامات السنائية الكرات المشتركة كانت دايما من نصيب لعيبة المريخ بشكل طبعا اعتمادهم برضو هجماتهم المرتدة كانت سريعة جدا وكانت في الغالب بتشكل خطورة على النادي الاهلي النادي الاهلي ما كانش في اليوم ده في يومه تماما ولكن زي ناخد منه زي ما انت بتقول مهم جدا والواحد لعب كرة وعلى مستوى في مباريات كده بتعدي وانا في اعتقاد الشخصي على الجانب الفني بالنسبة للمسلماني وراجل اعتقد عمل لليه حتى التغييرات كانت تغييرات وحتى التشكيلة الاساسية اللي هو لعب بيها هي دي اللي احنا اشدنا بيها قدام فيتا كلاب بالتالي ما تقدرش كمان تقول انه في اخطاء على مستوى الادارة الفنية من ناحية اختيار التشكيل او التغييرات او ادارة المباراة هي القصة كلها يعني المحصلة اللي احنا حصلنا عليها دي راجعة لانه عدد كبير من لعيبة النادي الاهلي في اليوم ده ما كانوش في يومهم ده حي وده وارد في كرة القدم بلا شك بس الكويس كمان زي ما حضرتك قلت يا استاذ جمال انك حتى وانت سيء انك ما بتتغلبش ده يعني حتى سمة الفرقة الكبيرة بتحاول بقدر امكان اه انت اوتو فورم برا فورمتك لكن في حد قادنى في حد قادنى من اني اطلع مثلا خسران لأ طب ما انا ممكن العب لغاية اخر دي وده اللي حصل صحيح ويمكن يكون ده مفاجئ فريق المريخ برضو يعني فريق المريخ كان اطمئن تماما لان النادي الاهلي خسران فبيلعب المباراة اه ما عملش حساب ان النادي الاهلي بيلعب لغاية اخر دقيقة واخبالك لغاية اخر لحظة يعني ما بعد الديها تسعين واخبالك فبالتالي انا بشوف ان دي حاجة كويسة يمكن كان نوع من الاعتذار من جانب لعيبة الاهلي عن الاداء الغير مرضي يعني على الاقل ده اداء غير مرضي فاحنا بنعتذر عنه بانه على الاقل يطلع الفريق وهو خارج ملعبه انه هو يتعادل صحيح ناخد ايه من المباراة ديت عشان يرجع للسؤال الاولاني مباراة فيه اهداف لمباراة سمب معلش انا دخلت لا صح لانه مرتبط مرتبط انكيد بشكل مباشر مباراة سمب رغم انت اقول لها اهداف تفتكر يعني هداف الجهاز الفني هل الجهاز الفني اهدافه مصالحة الجماهير او اداء جيد جدا هل اهدافه لا انا ببص للتارجد اللي بعد كده ان احنا فرصة ان احنا ندفع بعض العناصر الجديدة اهداف اللعيبة ايه اهداف اللعيبة كمان لازم تكون على نفس مستوى الجهاز الفني اللي اتنين بيبكروا بنفس المستوى ايه اهداف مباراة طبعا الهدف الاساسي تحقق اللي هو خلاص دي منتهية واطمقننة لها وكله تمام هي الفكرة بقى النهاردة الخلاف اللي الناس بتقول الاهل يلعب بنفس تشكيلته نفس قوته نفس العناصر الاساسية ولا يدي فرص للعيبة تانين اللي انا بشوفه انه هو يلعب بقوته الاساسية يعني بتشكيله العادي و اذا امكن الدافع ببعض اللاعبين اللي هم العائدين زي ما حصل في مباراة المريخ يعني انت دفعت ب وليد سليمان اه يعني ما بتبدأش بهم المباراة يعني يعني انا وجهت نظري اه ليه بقى لان انت مش محتاج بس من المباراة انت مش محتاج منها التقاهل خلاص التقاهل ده محسوم انما انت عندك الهدف الاول رد الاعتبار ورد الاعتبار هنا له اكتر من جانب رد الاعتبار للهزيمة امام سيمبا في المباراة الاولى ثانيا رد الاعتبار على مستوى الاداء انك بتلعب في ملعبك ولازم ان انت برضو تبعث رسالة لكل الفرق اللي جاي معاك اللي هتقابلك في دور التمانية ان انت فريق الاهلي بطل افريقيا فلازم تبقى اللعيبة بتاعتك كلها في الفورمة بتاعت ان هي هتكمل مشوارها في هذه البطولة عشان يلعبوا للحصول على اللقب يعني يعني يبقى فيه رسالة موجهة من لعيبة النادي الاهلي ان اللي حصل امام المريخ ده كان شيء عرض مش هو اساس يعني مش ده مش دي الصورة الحقيقية لفريق النادي الاهلي و ده ده برضو بيعمل نوع من الدافع المعناوي عند اللعبتنا ان هما لأ احنا هدفنا في النهاية هو البطولة سالسا او رابعا انه النادي الاهلي ما بيلعبش اي مباراة لتحصيل حاصل يعني انا وجهت نظري طبيعي يكيد لا عشان كده بقول لحضرتك اهدفها ايه للمباراة دي اهداف اما دي اهداف الهدف المهم انه هو النادي الاهلي كمان اي مباراة بيدخلها بيلعب عشان يكسب طبيعي حتى لو الموقف بالنسبة له يعني هافترض النادي الاهلي كان فيه مشكلة معينة في التأهل ازاي كان هيتعامل مع مباراة الاخيرة كان هيلعب بنفس الجدية حتى لو هو متأهلش يعني لو حدث اي ظروف لكن النادي الاهلي بياخد المباراة كلها على اعتبار انها مباراة بطولة ثانيا زي ما قلنا هيبعب بيها رسائل لان دي اخر صورة للنادي الاهلي قبل الدخول في دور الربع اللعي كان معانا الكابتن سامي اومصان هنا من خلال حوار هنا في البيت الكبير من خلال تقرير قال انهم بيفكروا بجزء من ان اللعيبة عايزين يدوا لعيبة فرص عايزين يدوا لعيبة بعض راحة لان المشوار كان طويل جدا والمشوار اللي جاي اصعب يعني زي ما قلت في حدود برضو جاي لحضرت تفتكر مين الاولوية يعني انه ياخد راحة شوية في البوزيشن لو انكلمنا على البوزيشن شايف مين من اللعيبة النادي الاهلي انها لأ مفروض تاخد راحة مباراة مباراة سيمبا ويمكن كمان مباراة النصر في الكاس يمكن بعدها بأيام قليلة تفتكر من العناصر اللي لازم تاخد راحة وانتشايف ان الفترة الاخيرة ممكن مش الفترة اخيرة احنا هتلاقي عندك لعيبة كتير يعني لهم الاساسيين لهم بيلعبوا بشكل مستمر في مقدمتهم محمد الشناوي مثلا ومع ذلك انا حسب متابعيتي لاستعدادات الفريق انه الشناوي هو لا يبدأ حسب الكلام اللي بيتردد يعني لكن هي الفكرة انا بقول لي انه ما نديش انطباع يعني ما نديش انطباع ان الفرقة بتريح احنا نفس التشكيل ممكن جدا تكتفي بجزء من الوقت لو انت حس ان فيه لعيبة معينة عايزة تستريح ممكن تشريكه تقسم المباراة اه يعني تشريكه بعض الوقت ثم تدفع باخرين اه يعني مثلا ناصر ماهر مثلا ممكن جدا يشترك في جزء كبير من المباراة عندك وليد سليمان موجود واتطمن عليه في المباراة الاخيرة امام المريخ اه ولذلك انا مش معه ان اخدها بشكل عام طبعا هي في النهاية وجهة نظر المدير الفني في الشكل طبعا وجهاز الفني هم القضر اه بس احنا بنقول واحنا بنتفرج من برا لأنا تصوري انه الفريق يلعب بتشكلته المعتادة واخبالك حتى ده يدي انطباع للعيبة نفسهم ان المشوار ما انتهاش يعني احنا مش بنريح مثلا في نهاية بطولة البطولة ده انت لسه هتبتدي لكن لو في لعب انت شايف كجهاز فني انه محتاج الراحة مفيش مانع ان انت تدير الفرصة وخاصة ان الراحة دي هي مش راحة سلبية هو موجود ولكن راحة من المباريات بالزبط على المجهود البدني احنا عندنا وفي نفس الوقت بتجهز بدايل لان انت الفترة اللي جاية محتاج كل العيب انت لازم يكون عندك انت عندك عدد من المباريات دولي وكاس وافريقيا ومباريات مهمة جدا مباريات كتيرة جدا وكل المباراة الفرق ما بينها يعني 48 ساعة في المباريات بيبقى الفرق بها يومانا ولذلك هو ده اللي هيبقى اقدر من اي حد يحدده هو الجهاز الفني هو ده اللي هيبقى عارف اكتر مين اللعيبة اللي محتاجة راحة بالفعل وده بيبان على فكرة من خلال من خلال متابعة اللعيبة هتلاقي فيه لعيب مرهق فعلا لازم ان هو يستريح فبالتالي مش هتقدر تضغط يعني الجهاز الفني لو تقييمه ان اللعب الفلاني ده محتاج يستريح حلينا نتكلم كل امانا انا شايف انه في احتياج كبير جدا انه يريح شوية محمد مجدي افش على سبيل المساعد مشوار طويل في رأيي ممكن جدا تجهز محمد هاني الفترات اللي فاتت برضو مجهود كبير جدا ممكن يكون مثلا بيكان موجود كده كده حمد فتحي متعور وعندك عمر السولية بقاله بفترات كبيرة بيلعب برضو ممكن تدخل اكرام توفيق يعني فيه عماصر على فكرة برضو يعني خلينا نقول ايه ومش في نفس الوقت يعني على فكرة انه هو ممكن بالزبط ما هي فكرة ان انت اثناء المباراة يعني حتى لو بدأت بتشكيل معين انت صاحب القرار في النهاية كمدير فني هتبقى حاسن اللعيب ده محتاج راحة فبتنزل حد بداله بيكمل وبردو لازم نبقى يعني متأكدين من حاجة ان البودلاء مستواهم لا يقل على فكرة وعندهم اسماء كبيرة اه ما انا بقولك لا يقلوا عن الاساسيين هي فكرة ان انت الاساسيين دول احنا بنقول ان انت بتحب تثبت تشكيل معين وده ده شيء حميد ومطلوب جدا في كرة القدم لكن لو عندك فرصة انك تدي اه اه فرصة البديل والبديل هنا مش بمعنى البديل اللي هو الاقل البديل اللي هو الجاهز القوي اللي هو برضو يحفظ لك على المستوى بتاع الاداء بشكل عام وعلى فكرة ممكن البديلاء يبقى عندهم حوافز اه اضافية يعني يعني خلي بالك طبعا ساعات بيبقى ازباد زاد شوية لازم يبقى موجود بالزبط عنده بدنيا عنده مخزون افضل فكل دي عنده حتى الرغبة النفسية احيانا احيانا اللعيب بيبقى متشبع من الماتشاط طبيعا يعني بيبقى فيه لاعب معين خلاص هو زاقان كل ماتش انا اللي بلعب كل ماتش انا اللي بلعب فده بيعمله تشبع فانت مفيش مانع ان انت تدي فرص لبديل اخر وحيكون بيقديلك بنفس القوة او اقل قليلا مع المباراة ممكن الاداء يرتفع جدا ويبقى كويس افتكر ممكن يكون فيه دور واضح لمحمود كهرباء بعد عودته من الاقاف وانتظامه في التدريبات بشكل مباشر افتكر ان ده ممكن تكون كمان طبعا ممكن تكون فرصة لفريق مرة تانية وهو كعرباء مطلوب عموما يعني هو هو بس يعني يلتزم قوي في التدريب واعتقد انه هو خلاص الموقف اللي حصل عدة وهو ملتزم تماما في تدريباته وبالتالي ممكن يكون يعني ريزيرف او بديل كويس في المباريات القادمة سواء مباراة سيمبا او فيما بعد انا متأكد ان شاء الله اللي جاي كمان على مستوى المستوى اللي كنا نادي الاهل وجماهير واحنا قلنا قلقانين شوية من الاصابة احنا كل واحد كان بيلعب في المنتخب اذا كان منتخب اول والمنتخب قولمبي من خلال التدريبات بنتابع يا رب بيرجعوا السلام لان الموضوع الموضوع صعب من نسبة الاصابات الفترة اللي جاي ان شاء الله يكون فيه عودة كبيرة الاصابات وليد سلمان رجع ولعب عندنا عالي معلول ان شاء الله خلال الاسابيع بإذن الله يكون موجود عودة كهرباء وبعد كده عمدي فتحي ان شاء الله يرجع عندنا بقى كمان طاهر محمد طاهر وعندنا ناصر ماهر يعني عندنا كل اللعيبة دي كابتن هاني مطلوبة جدا والشيء الجميل برضو ان انت ما تستعجلش على عودته يعني اللي موجودين اه لحين عودة اللعيبة البودلاء او اللعيبة المصابين اه لانه مهمة او ان اللعب لما يرجع يكون رجع فيه كامل اللياقة بتاعته ويقدر ان هو يحقق اه تقدر تاخد منه اقصى ما عنده من جهد صحيح هي بس العملية الحتة الانتقالية اللي عودة المصابين تاني محمد محمود لعيب كويس او ان شاء الله يكون متواجد محمود وتولي لعيب كويس كل دول ان شاء الله اضافة للسكاوت بتاع النادي الاهلي للمشوار مية في المية لانه كل دول يعني انت عندك في المركز الزاهير الايصر ده كله عطلان دلوقتي بزرح فانت بتضطر ان انت تستعين لا زي المباراة سنبا تفتكر ايه لبالك ايمن اشرب كمان اعتقادي برضه الاعداد يأكد لعنده انذارين وممكن يكون الانذاري التالت مع ربس يبقى فيه خوف خوف على الاقاف ولا لا هو بيكم لعب قبل كده في المركز ده فممكن جدا ممكن اللي استعانى به يعني لو فيه خوف على حكاية الانذارات وكده ممكن جدا يقوم بالدور ده بس احنا كل اللي بنتمناه انه المباراة اتاخد بمنتهى وده اللي انا واثق منه يعني انا مش بطلب حاجة غريبة يعني انا بطلب حاجة انا عارف ان هي موجودة انه فيه اهتمام جامد جدا بهذه المباراة للازباب اللي احنا اتكلمنا فيها اكيد ان شاء الله ضمننا التأهل ما بعد التأهل فرق كبيرة ويمكن في بعض الناس بتتكلم اه طب وليت كان مفروض النادي الاهلي يبقى الاول عشان يبعد عن والترجي والوداد انت مش مختنع يعني انا مش حكاتي مش مختنع يعني زي ما انت حامل هم الفرق الكبيرة هم حاملين همك يعني يعني برضو يعني حاملين همك انه اذا كانوا هم فرق كبيرة فانت فريق كبير جدا وانت حامل اللقب وبالتالي اه الخوف يعني اصد دايما مرحلة دوري المجموعات ممكن يبقى فيه اي حاجة تعطلك عن انك تبقى تعطلك عن انك تبقى الاول مش نسخة اللي فادت مثلا انا بقولك يعني ما هيش من قياس انه الفريق اللي بيحتل قمة مجموعته هو اللي بيوصل للنهاية وهو اللي بياخد البطولة بالعكس احيانا بيبقى فيه معاناة في الاول شوية لان برضو يعني هتقارن هتلاقي ان انت راجع من بطولات يعني انت محمل بالبطولات فده ممكن يعقوب وكابتن هاني برضو شوية ريلاكسي شوية ريلاكسي شوية في ال في ال في الاداء واخبالك انت الفترة اللي هي بتاع الدوري المجموعات دي انت خلاص بتستهلك بقى ال ريلاكسي شن ده خالص لغاية ما تبتدي مرحلة جديدة اللي هي مرحلة ال الادوار الاقصائية دورigos تفتكر مين او تتمنى مين يعني يناقب النادي المي соответ هو يكون المنافس مش هقولي الاسهل لكن المناسب للنادي الميلي للفترة اللي jay المناسب ممكن يكون الوداد الوداد رغم أنه هو من الفرق الكبيرة جدا إنما حتلاقي التلاتة فرق كبيرة يعني الوداد وإحنا يعني أنت فاكر النسخة اللي فاتت إحنا أقصنا الوداد وكسبناه بره دي ما تبقاش فيه نوع من العوامل الربينش والحوافز الزيادة عند فري الوداد حيبقى فيه بس أنت عندك الحوافز برده أكيد طبعا أنت عايز توصل برده الفكرة أنت مش هتقابله النهاردة هتقابله فيما بعد وبعدين أحيانا بتكون لها تأثير إيجابي أن أنت ما هو أنت حتقابل الكبار يعني التمانية الكبار أنت داخل على المرحلة دي فبالتالي ما فيش فريق صغير وفريق كبير يعني سيمبة هيبقى من التمانية دول ماشي وإنت حتلتقي بسيمبة هو تاني وفيما بعد ممكن تلتقي بيه بالنسبة لك طبعا سيمبة مفاجئة يعني مفاجئة دور المجموعة مستوى اللي بيقديه نتكلمش على نتاج بس برضو الناس تفهم أنه بيقدم كرة حلوة لا لا بيقدم كرة حلوة بيهدف بشكل كويس دفاعيا هجوميا كفايا أنه هو كمان يعني أول مجموعة تضم النادي الأهلي بالزبط يعني لها طبعا نتاجه وأداءه كويس جدا ويعني غير مستويات قبل كده يعني سيمبة آه من الفرقة الكويسة لكن مش بمستوى أنه هو يتصدر المجموعة بهذا العدد من النقاط وبالوضوع أنت بتلعب مع اللي بيقابلك آه لأن أنت لو 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 تصدرت المجموعة هتلعب مع مين هتلعب مع تواني مرضو فرقة إيه فرقة إيه لابرد وبالتالي يعني فرصة الاختيار ممكن جيلك مولدية الجزائر يعني في فرقة إيه لطبعا فرص الاختيار هتلاقي كل كل فريق له مميزات ولو عيوب هي الفكرة كلها أن أنت كيف تستعد لمواجهة هذه الفرق الكبيرة و أنت عارف أن أنت بتلعب أدوار إقصائية يعني ما فيش ما فيش فرصة ما فيش بقى فرص أنك تعاوض ما فيش فرص للتعاويد ولا جميع نقاط ولا الكلام ده خلي بالك كمان فستراتيجيتها بتختلف حتى طب هل استراتيجية بتختلف حتى دلوقتي أنت طالما في تلقاتي تاني المجموعة فهي دور الزهاب يكون على أرضك والقياب على أرض الخصم ديت مصلحة الأهلي ولا خلاص الأهلي بقى يتعود خلاص احنا بنكسب برأ أرضنا و بنقادي مباراة كبيرة خاصة برأ أرضنا أنا دايماً ببتك المباراة الودادي يعني في النسخة اللي فاتت مباراة رائعة ما كناش متوقعين هذا الأداء بالزبط والأهلي ظهر بمستوى عالي مباراة فيتا هناك في الكونغو الزمان فدية بتبقى لها حسابة مختلفة أنك هتلعب المباراة الأولى هنا في القاهرة وبالتالي مطالب وعليك ضغوط أنك تكسب ويكون مكسب كمان مريح بالنسبة للمباراة الأولى لما تلعب المباراة الأولى في ملعبك بتبقى الرؤية قدامك واضحة وتقدر أنت تتحكم في الرتم بتاع الجولة يعني أول مباراة المفروض أن أنت بتحاول طالما بتلعب في ملعبك بتحاول تحقق أفضل نتيجة ممكنة اللي هي تريحك في مباراة القياب واخبالك وبرضو معلش أنا هرجع أقول أنه الاتنين بالنسبة لي أنا لو هلعب بينك الأول هحاول حقق أفضل نتيجة صحيح أنت فهم قصدي يعني هي بتبقى اختلاف بسيط في الحسابات لكن لو أنت لعبت مباراة الأولى في ملعبك وقدرت تحقق نتيجة كبيرة مية في المية بتسهلك الدنيا برا وبتبقى بتلعب مباراة القياب على نور زي ما بيقوله يعني أنت شايف الرؤية وعملت إيه في المباراة الأولى فبالتالي بتزبط أدائك وطموحاتك على في مباراة العودة أو مباراة القياب على نتيجة مباراة الزياب طيب مش قلقك مستوى سانداونز من خلال لا أقلق من كله أنا قلقم من جميع المستويات بس تهي الفكرة أنه دي مستويات الفرق وهم بيلعبوا مع فرق تانية لما يلعبوا معاك أنت المستوى هيبقى إزاي وإنت هتستعدله إزاي وإنت لازم عشان تلعب مع أي فريق طب يعني مثلا مازمبي ده اللي هو ضايع فجأة بصراحة مثلا يعني يعني أصد المستويات بتتغير وممكن جدا اللي كان السنة اللي فاتت يعني مثلا الوداد السنة اللي فاتت أنا كنت ألقم منه جدا في في شايف الوداد النسخة اللي فاتت بالضبط في الدور قبل النهائي أفضل من الوداد النسخة دي لأ السنة اللي فاتت أنا شايف إن إحنا قدرنا نتعامل معاه بشكل شويس جدا طبعا وقدرنا نحقق زي ما يقولوا السبق عليه يعني وقدرنا نكسبه فحجمنا الموضوع السنة دي ممكن يكون عنده حالة فواءان شوية وبيحاول لكن كل ده مع فرق تانية يعني يعني أمام النادي الآلي برضو الأمور بتختلف والحسابات بتختلف طبعا الحسابات بتختلف وإنت لازم تدرس كويس قوي نقطة القوة والضعف في الفريق ده وتتعامل معاه طيب قبل ما نروح لطبعا ملف ملف الدوري كمان ملف مهم النادي الآهلي عنده مباراة كتيرة جدا مؤجلة أجندة مليئة بالمباراة خلال يمكن سبع مباراة خلال يمكن عشرين أو واحد وعشرين يوم كنت بتتابع مباراة ريال مدريد وليفر بول قبل لها كان إيه رأيك في المباراة والله المباراة أنا وفي الشوت الأول طبعا ريال مدريد قدر إنه هو يحرز هدفين وكان يعني فرصه أكتر وسيطرته أكتر مع بداية الشوت التاني اللي هو أحرز فيه محمد صلاح هدف ليفر بول ما عرفش الأول ولا الأخير الأول والأخير الأول والأخير للأسف للأسف النتيجة انتهت 3-1 وكان عنده ليفر بول كان عنده أكتر من فرصة كان ممكن جدا إنه هو برضو يحسن النتيجة هو كانت مفاجأة بس هدف هدف ريال مدريد برضو هدف من خطأ طبعا من خطأ بس هدف كويس جدا وملعوب جدا ويعني يعني نقدر نقول إن الكرة كانت في إيد حارس مارما ليفر بول هاليسون يعني يعني هي كانت في إيده طبعا بس هو طبعا يعني النتيجة تعتبر مفاجأة طبعا ريال مدريد يعني فريق كبير وعنده باعة كبيرة جدا خاصة في الشاملز ليج يمكن على مستوى الليجة مش بشكل كويس لكن على مستوى الشاملز ليج فاز 3-1 ده هتصعب هو هيبقى فيه بقى المباراة طبعا المباراة القادمة يعني هتبقى صعبة على لباراة صعبة طبعا صعبة بس لغاية آخر لحظة أنت تتوقع أي حاجة صحيح كمان المباراة التانية كانت تجمع سيتي ودورتنوند كانت واحد صفر اتنين واحد لصالح المان سيتي يعني أنت تفتكر من خلال بكرة طبعا فيه ماتشين ماتشين وخاصة مباراة البايرن بكرة مع باريس سان جرمان يمكن بيقرروا يمكن نهائي يعتبر نهائي للبطولة عندك كمان مباراة بورت وشيلسي مباراةين كمان قوية جدا خاصة مباراة البايرن وباريس سان جرمان شايف من الأعرب رغم فيه غيابات البايرن ليفا مش هيلعب بعض اللعيبة المميزة مش هتلعب مع البايرن شايف المباراة زي وتتوقع النتيجة أي ما بين توقع النتيجة يبقى صعب لكن هي هتبقى مباراة قوية جدا طبعا ما عرفش يعني أنا ممكن يكون البايرن بقاله فترة برضو مش في مستوى عنده كمان مشكلة جنابري عنده كورونا بزرق وليفا طبعا الهدف وحتى في بعض الناس كانوا بيتريعوا انه عنده شوية التهاب في الحال فحد بيقوله يلعب يا اخي لكن طبعا اكيد فيه سبب يدعو يمنعه لكن المباراة تبقى صعبة بالنسبة للفريتين طبعا طيب نروح ملف الدوري النادي الاهلي طبعا عنده مطشطات كتيرة جدا في الدوري خلينا قبل نتكلم على مطشطة الاهلي في الدوري تابعت عجلة الدوري دارت تاني مرة تانية في بعض المباراة اللي يمكن خلال الايام اللي فاتت كان فيه مبارح مباراة ما بين طبعا الاتحاد السكندري والمقاولين بفوز الاتحاد اربعة ودين كان فيه قبلية مباراة كمان مهمة جدا ما بين طبعا سيراميقة ونادي الاسماعيلي وبداية للكابتن اهاب جلال ناخد من هنا مع بداية وقيمنا لها الدوري خلال خلال الفترة اللي جاي هيكون شكله ازاي هو طبعا الدوري دلوقتي فيه فرق كبيرة جدا في مكان خطر جدا في مؤخرة الجدول لأول مرة من فترة طويلة يعني حتى تلاقي الفرق اللي هي زي ما بيقوله الصاعدة النهاردة في مكان اه بتتكلم على غازل المحلة اه بتتكلم على غازل المحلة اه مين تاني البنك الاهلي سيراميكا لا دول بعيد خالص يمكن بنك الاهلي عنده لسه لغاية دلوقتي اه ما زال فرق نقطة يعني فرق نقطة عن ودي ديجلة لكن التلات فرق اللي فيه ديل الجدول ودي ديجلة تلاتاشر نقطة لإسماعيلي وده يعني استمرار الإسماعيلي في هذا الموقع اه شيء اه محزن جدا صحيح صحيح لإسماعيلي حداشر نقطة لإنتاج الحربي حداشر نقطة فالتلات فرق دول اه اه اولا نتيجة مباراة واحدة ممكن تفهم اه لان عدد النقاط قريب جدا جدا ومسابقة الدوري بالزبط لكن بالنسبة مازال الإسماعيلي لسه برضو كابتن إهاب جلال اكيد مش يعني يعني بصماته مش هتبن فورا يعني محتاج شوية وقت يعني لكن مهم جدا البداية برضو يعني البداية وانت بتلعب في الإسماعيلي سأرميك فرقة كويسة هو على الأقل البداية بتفرق دايما البدايات بتدي طموح وبتدي طبعا طبعا الهزيمة كانت قاسية بصراحة قاسية ونتيجة كبيرة يعني لازم برضو يبقى فيه مرحلة كده اللي هي ما فوق تبتدي أمام سراميكا اللي هي إيقاف النزيف بتاع النقط ده يعني ما ينفعش انه خلاص بقى الإسماعيلي دلوقتي يعني الإسماعيلي خسران تمن كام تمن مباريات يعني تمن مباريات وتمن تعادلات فوز واحد اللي حققه الإسماعيلي صعب يعني في السبعتاشر مباراة دور كامل آه وبالتالي الموضوع فيه صعوبات جمدة جدا عن الإسماعيلي وكل مباراة دلوقتي يعني هو مباراة القادمة مع المصري فموقف صعب برضو يعني ده يخلي أي مباراة قادمة للإسماعيلي بتحطاه على محك صعب جدا هل تبتكر وصلنا دلوقتي خلاص في دور المصري انك بتتفرج على المباراة مهما كان اسمين الفريقين ما تعرفش ايه النتيجة يعني وصلنا لهذه التقارب في المستويات انك خلاص النهاردة على سبيل المثال امبي كان ماشي بشكل اكتر من رائع اصوان تغلب في الوقت بدل الضائع برد اصوان كسب واحد سفر فبدأ الدور المصري هل خلاص بقى دور غير متوقع النتائج حتى لو فرق على المستوى نسميها الفرق المستوى التاني وما احرزه هدف بلاس ناينتي بلاس ناينتي اه بزبط يعني خلاص بدأ الدور المصري يخش في المرحلة ديت ما تعرفش فعلا فعلا رغم انه انه كل الانديه النهاردة متاح لها ان هي تتعاقد مع العيبة فده برضو قرب المسافات شوية يعني مستويات متقربة جدا بين يعني تسعين في المية من انديه الدوري يعني باستثناء مثلا الاهلي والزمالك اه ما اعتقدش ان فيه حتى بيرامدز دخل في المجموعة بتاعت النوم زي زي يوم زي اي فريق تاني يعني مباشر ممكن جدا يتغلب من فرقة مستوى تاني او تالي بالزبط اه فطبعا ده يعني نقول عليه ايه هل تقارب في المستويات بس تقارب ايه ايجابي ولا سلبي لا سلبي طبعا لانه المفروض انه كل فرقة عندها يعني عناصر قوة كل فرقة لها هدف يعني مش كل الفرقة هدفها البقاء فيه فرقة هدفها المنافسة اعتقد بقى انه فيه فرقة كتير اصبح اصبح وجودها مرتبط بس بانه هو يكسب نقطة يعني يعني فيه مباراة كتير بتنتهي تحول بعض الطموحات دايما قبل الموسم بيبقى فيه طموحات للاندية انا بيكلم مع المدير الفاني انا السنة دي التارجد بتاعي اكون متواجد بس في الدورة فيه فرقة تانية لا انا التارجد بتاعي هو لي اغلبهم دلوقتي لا فيه اهداف مختلفة شايف ان الطموح تغير بالاجاب او السلب بالنسبة للنتائج يعني هل مثلا سيروميكا دلوقتي يطمح ان يكون من يلعب من الاربع الاوائل اما بيقرب طيب هل على سبيل المقولين كان طموحاته السنة الفاتد كان طالع رابع طموحاته اكيد كانت استمرار في المربع الدابي هل طموحاته دلوقتي اصبحت لا ان انا بس ابقى في الدوري تغيير التارجد والطموحات بالنسبة للفرق شايفها ازاي ومين الفرق اللي انت شايف ان لا ده طموحها تغير بالسلبة وبالاجاب بص الفرق اللي هي الصعيدة الى الدوري الممتاز طموحها بيبتدي الموسم طموحه ان هو يفضل في منطقة الامان بالزبت في منطقة الامان ان هو يبعد عن المراكز التلاتة الاخيرة اللي هي الهبوط مع الوقت انا بشوف ان فيه فرق طموحاتها زادت يعني مثلا زي زي سراميكا سراميكا بدايته كتقيسة ويمكن حصل تعصر شوية ومزبوت بعد كده ابتدى يرجعتين يلملم اوراقه تاني في عندك البنك الاهلي بايد شوية غزل المحلة برضو ماشي انا بقول انه ماشي بخطة ثابتة مع كابتن خالد عيد بيحاول ان هو يكون في منطقة الامان ما فيهاش دروبات كبيرة يعني تحس ان خالد عيد تحس ان اداءه متقالب بيكسب يتعادل مفيش يتغلب مرتين مفيش طفرة مفيش الكرب يعني مفيش لا طفرة ولا وبوط مزبوط يعني لا طفرة جامدة ولا انكسار جامدة وده معدل هايل بصراحة وده معدل هايل لانه لو ماشي بالشكل اللي هو العادي الطبيعي ممكن جدا يبقى في وسط الجدول فيه فرق بقى تانية اللي هي الفرق الكبرى اللي هي مفروض تبقى قريبة من المنافسة عندك فريق زي بيرامدز مثلا عنده مشاكل ادارية ومشاكل كتيرة جدا قريبة وعنده مشاكل النجوم الكتير اللي هو اشتراهم تعطلوا دي بلا اي يعني من وجهة نظري بلا اي تخطيط ازاي هتعامل مع الناس دي يعني ازاي انا هقدر اتعامل مع مجموعة اللاعبين النجوم دول بدليل انه المشاكل اللي بتحصل مشاكل كلها بسبب النجومية يعني فيه لعيبة كتير خلاص عندهم يعني مثلا كان عندهم الحارس اللي هو الهاني المهدي سليمان عفوا المهدي سليمان مثلا ده كان حارس على مستوى كويس جدا مع الفريق وبعدين ابتدى يقعدوه بعد ما تعاقدوه مع شريف اكرامي فأنا أنا سامعه هو بيشتكي يعني انه هو خلاص هو دخل في خط تاني طب انت مش قادر توازن بين الحارس القديم بتاعك اللي هو على مستوى وبين الحارس اللي انت تعاقدت معه هو له اسمه فجاي عايز يبقى في مكانة معينة فمسألة التعامل دي مهمة جدا فرق على المستوى الفني يمكن كمان كان يمكن حتى في الكنفدرالية كان هزيمة 2-0 لسه مبراطي العدد في القاهرة المشاكل دي مؤثر على الجوانب الفنية داخل الملعب بتأثر على المدير الفني على اللعيبة بشكل واضح 100% كابتن يا أولا مش لازم يبقى عندك مثلا 20 نجم بنفس المستوى المشكلة ازاي تقدر تتعامل طب ما فيه النجوم دول كانوا موجودين في أندية قبل كده وكل واحد راضي بدوره من غير ما يشتكي ومن غير ما يعمل يعني من غير ما يكون له طلبات أوفر يعني أعلى أو يعني مبالغ فيها الفكرة كلها إزاي أنت تدير تديرها أولا النجوم أولا النجوم بما يؤدي إلى في النهاية إلى مصلحة الفريق مصلحة الفريق التيم وير كده أنت عايز توصل به لتارجت أو أهداف معينة تحطها قدامهم ده واضح طبعا أنه حصل فيه ضربات كتيرة جدا على مستوى فيه فرق ما عندهاش بقى طموح أبدا يعني أنا ما شفتش من سنين طموحات عند فرق بتقول أخد الدوري ما حصل ليش ما حصل ليش الشرف أولا يعني أنا هاتلي يعني أصبط لي رئيس نادي أو أي حد مسؤول قال السنة الجاية دي أنا داخل شناخد الدوري هو مش عنده في الأهداف بتاعته أصلا وبالتالي لا يمكن لا يمكن لعبته هتنزل تنافس هو كل قصته الطموحات في الدوري المصري يا كابتن يا إما البقاء يا إما المنطقة يا إما المنطقة الدفعة بالضبط ماشي أو الأربعة مراكز الأولى المربع الزهبي والخامس اللي هم هيشتركوا عربي وأفريقي بس لكن أنا ما زبطتش حد أو الله العظيم ما زبطتش حد أنا متابع يعني الدوري ده قلة طموح ولا قلة إمكانيات ولا هو شايف كل الأندية شايف أنها لسه ما دخلتش هي وقعية شوية جزء من الواقعية بس أنت تتمنى أن حد يعمل يعني يعمل الرزق ده وديخش شوية بس هو برضو هي وقعية مبنية على إيه مبنية على إنه هو أساسا عارف أنه ما عملش الهومورك بتاعه اللي يخليه يطمح لكده يعني ما استعدش كويس بحيث أنه هو يجرؤ أو حاسس أنه عنده فرقة تقوله أنا عايزة نافس بس سعاد برضو حتى على مستوى البريمير ليج ليستر سيتي مثلا كسب البريمير ليج وكان في وضع يمكن قبلها بسنة أو بسنة كانت تاني في الشاملون شب فلا فيه فيه تفراد كده بيطلع كذا زلوطن مثلا كان في سنة من السنين بيلعب في البونز ليجة 2 مزبوط سعد في السنة اللي سعد فيها خد خد الدور الألماني في سنة الثمانية وتسنين كان عندنا زمان في بعض الحالات بعض عندك الإسماعيلي طبعا في مواسم بس الإسماعيلي كل كم سنة بيفكر أنه ياخد بطولة أخرهم اللي هي كان كابتن محسن صالح مدير فني وكون فريق على مستوى كويس أوي وتوفرت له كل الإمكانيات وأنا بقول الإمكانيات الفنية قبل المادية يعني ممكن الإمكانيات المادية ما كانتش جامدة أوي آه مزبوط لأن هي القصة مش قصة فلوس برضو عشان نرجع نفكر بعض الأندية اللي بتعتمد على القدرة المالية بتعتقد أننا لو أنا معايا فلوس هاخد كاس العالم مش كده خالص الفلوس جزء كبير هي جزء مش لوحدها معاك فلوس هتعمل كويس اللي يدير بقى المنظومة كلها بشكل اعترافي ومش لازم يبقى يعني أنت ما يبقاش ما يبقاش مثلا هو مجرد أنا معايا فلوس فبقى في كده أوزع واشتري وبطولات ونادي البطولات بيبقى ليه عايزة يعني هي لازم يكون فيه إدارة برضو الإدارة دي عندها مثلا لما يبقى عندك لعيب بيطلب مبالغ معينة المبالغ دي لو لو أنت لبتها له حباوز الفرقة الفرقة فكت تمام الفرقة هتفك منك فالإدارة بقى هي اللي بتفرمل ما الإدارة بتفرمل اللي هي زي ما بيقوله الشطحات دي صحيح ليه بقى لازم يكون فيه مستويات معينة من العقود والفئات وحاجات معينة اللي هي بتظبط بتخليك كل راضي وكل عارف هو يطلب إيه وما يطلبش إيه دي مهمة أول صحيح ما عدى ذلك طبعا لو قلنا بقى على الجزئية الأخيرة في المنافسة النادي الآلي طبعا لعب 11 مباراة فيه ناس بتقولك الاتحاد هو هو دلوقتي هو التاني وطبعا بنقولهم ألف مبروط فرقة ماشية بشكل كويس مع كفتر السام وكل حاجة إنما الآلي لعب 11 مباراة للتحاد السكندري 17 الزمالك اللي هو المتصدر 14 وبالتالي النادي الآلي قدامه وعشان كده المباريات القادمة مهمة جدا صحيح لأنه الأهلي هايبقى عنده الناس كلها بتتفرج على ما تشاطر نفكر برضو السادة مش هدي آه يعني آخر حاجة قبل أنا مع حضرتك عشان الوقت سرقنا عندنا طبعا سنبا يوم إن شاء الله يوم جمعة يوم تسعة النصر إن شاء الله ده في الكاس عندنا الزمالك على طول بعديها ده هيكون يوم 18 سموحة يوم 21 أمبي يوم 24 المصري يوم 27 الجونة يوم 30 أنا بتكلم على ثلاثة يام ما بين كل ما بين الماتشاط لك هي في الغالب يومين بس أنت بتلعب 18 21 24 وكلها مباراة قوية عندك زمالك سموحة أمبي المصري كل دي ماتشاط مهمة جدا وفي الإطار برضو اللي إحنا عايزين نقوله إنه النهاردة ما بقىش فيه فريق صغير إن انت هتلعب معه هتكسبه يعني يعني فيه حالة كده في الدوري المصري إن انت لازم تعمل حساب كل الفرق لإنه ممكن الفرق اللي إنت مش عامل حسابها بتيجي قدام الفريق اللي بينافز تأول البطن يعني يعني عملية ممكن تبقى صعبة جدا وخصوصا إن انت بقى هتبقى بتلعب منشاطك وحطت قدامك الهدف اللي هي القمة اللي هو اعتلاء القمة فربنا يوفق طبعا إن شاء الله الواحد دايما متفاعل بأبطالنا متفاعل بولدنا بلعبتنا وخاصة الفترة اللي جاء إن شاء الله فيه لعبة كتيرة هترجع من الإصابة كل التوفيق للنادي نعايزينهم يرجعوا بسرعة إن شاء الله يعني محتاجين لهم كلهم أستاذ جمال بنشكورك شكرا جزيلا على وجودك معنا بتنورنا دائما ربنا خليك كابتن شكرا وكنت سعيد إن أنا مع حضرتك شكرا دي كانت نهاية فقرتنا بعد الفاصل إن شاء الله الكابتن الكبير أحمد فوز